اشتركوا في القناة امن الخليج مسؤولية دول المنطقة والعراق يرفض اي مشاركة اسرائيلية في مياه الخليج ومشاهد خاصة بالميادين للناقلة البريطانية المحتجسة اندمام دفعة جديدة من الاسراء الى الاضراب عن الطعام والجبهة الشعبية تعتبر الخطوة رسالة تحذير لسلطات الاحتلال تركيا تصر على المنطقة الامنة في سوريا بعرض 30 الى 40 كيلو مترا وترتقب من وصنة خطوات في هذا الاتجاه مرحبا بكم دعاة السعودية والامارات الاطراف اليمنيين في عدن الى التحاور وفي اجتماع بين الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد النهيان في مكة اتفق الطرفان على دعوة الاطراف الحلفاء في عدن الى حماية مصالح اليمن ولي عهد ابو ظبي قال ان الامارات السعودية تقفان معا في خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد امن دول المنطقة وفق تعبير الملك السعودي كان قد التقى الرئيس اليمني عبدالربو منصور هادي ابحث معا تطور الاوضاع في اليمن واكد الملك سلمان رفض ممارسات المجلس الانتقالي الجنوبي التي تستهدف مؤسسات الدولة العسكرية والامنية والمدنية وفق تعبيره كما جدد دعم الرياض للرئيس هادي رفضها كل ما من شأنه تقويد مؤسسات الدولة اليمنية أكد مصدر عسكري يمني اطلاق الجيش واللجان الشعبية أربعة صواريخ من نوع زلزال واحد على تجمعات التحالف السعودي قبلة أبواب الحديد في عسير لفتا إلى مقتل ومصرع عدد منهم كما أعلن الجيش واللجان استهدف مواقع للجيش السعودي في قطاع جيزان جنوب غرب السعودية يتزامن ذلك مع سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود السعوديين من جراء قصفه المدفعي الذي استهدف تجمعاتهم قبلة منفذ الطوال البري الحدودي بين اليمن والسعودي اليمنيون يرفضون ويدعمون جبهة القتال ضد التحالف السعودي بقوافل من الغذاء والمال والسلاح قوافل ترتفع أعدادها على نحو لافت وواضح خلال الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية أحمد عبد الرحمن بقوافل عيدية جماعية ومتفرقة يتجمع اليمنيون ويتوجهون إلى جبهات القتال قافلة بركان ثلاثة إحدى القوافل المقدمة من أبناء مديرية بني حشي الشمال صنعاء لرفض الجبهات في مواجهة التحالف السعودي الإماراتي نتقدم بهذا القافلة العيدية المتواضعة رفدا ودعما للجبهات جبهات العزة والكرامة نتقدم من الرجاء مع مواد غذائية وعيدية وملابس ومبالغ مالية بالغذاء والمال والسلاح يجود اليمنيون في سبيل الدفاع عن وطنهم قوافل شعبية غذائية وبشرية وصل بعضها إلى أفراد الجيش واللجان وبعضها في الطريق إليهم وأخرى تعد وتجهز لتشق طريقها إلى مواقعهم على الحدود وفي جبهات الداخل باسم هذه القبيلة الأبية العزيزة الشامخة الذي تكتم أفلاذ أكبادها وأرواحهم أرواح تلو الآخر جميع المرابطين في الجبهات وفي المواقع العسكرية سواء في الحدود أو في الجبهات الداخلية ونقول للعدوان أننا صامدين مئات وآلاف القوافل من مختلف المناطق اليمنية تتحرك تباعاً بجهود شعبية لرفض الجبهات بما يستطيع ويجود به أبناء الشعب اليمني وعبرها أكد ويؤكد أبناء هذا الشعب بمناطقه وقبائله المختلفة وقوفه مع مقاتليه المرابطين في ثقوناتهم بعيداً عن أهلهم وأبنائهم أعياد اليمنيين جبهاتهم شعار يجسد واقعاً من خلال القوافل وزيارات الشعبية والرسمية إلى جبهات القتال على امتداد خمسة أعوام من مواجهة الحرب والعدوان قوافل تعزيز التلاحم والصمود اليمنية وتضخ في نفوس المقاتلين عزيمة لا تلين أحمد عبد الرحمن صنع الميادين نعود جدداً إلى تطورات الجنوب اليمني معنا من هناك من حضر موت عضو المجلس السياسي للحراكة الثوري الجنوب سيد علي بن شحنة مرحباً بكم سيد بن شحنة كيف تعلقون على ما خرج اليوم من اللقاء ولي عهد سعودية والإمارات في بحث تطورات الجنوب وخصوصاً ما جرى في عدن هذه الدعوة للحوار لكل الأطراف أولاً بسم الله الرحمن الرحيم أشكر بنات الميادين على هذه الأستضافة الكريمة أختي الكريمة الأحداث في عدن هي مترحية هزيلة هزيلة الإخراج لا جديد لا سيطرة في الانتقالي ذات اللجنة الإماراتية اللقاء الموجود في السعودية بين الطرف الإماراتي والسعودي يهدف في الأساس إلى تسوية الملعب السياسي في الجنوب بعد الفشل الدريع للتحالف العربي السنائي عسكرياً وسياسياً وأخلاقياً أيضاً في الشمال هذا اللقاءات هدفها الأساسي والوحيد هو بالدرجة الأساسية تسوية الملعب السياسي في الجنوب بعد الفشل الدريع زي ما قلت في الشمال وأيضاً هو الهدف الأساسي هو من وجه نظري هو حوار هو دعوة الأطراف للحوار أطراف النزاع للحوار في حدن وهو الميلة الانتقالي والشرعية اليمنية حسب الدعوة السعودية الإجابة هي بجرية أساسية تسيطرة على الجنوب والأسس أن الميلة الانتقالي أداء بيد اليمارات وشرعية أداء بيد السعودية وكلهم لا يصنعون تحرير وإقامة وطن وهم الآن في مازق سياسي وعسكري خطير والدليل استناقة التصريحات بين قيادات الميلة الانتقالي وأيضاً قيادات الشرعية في الخطاب العام إقاع الأحداث لا تباً شديد سيد بيسحنا ما تريد أن تقولوا بأنه اليوم صدافة الملك السعودي لولي عهد أبو ضبي وما خرج منه هو يعني عملياً يخص أطراف بعينها بين المجلس الانتقالي والقوات التابعة لحكومة هادي لتسويت الأمر فيما بينهما أم أن الأمر مختلف لا 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 هذا يؤكد ذلك أنه السبب الرئيسي لهذه الأزمة والصراع في عدن هو الهدف الأساسي تسوية الملعب للإمارات والسعودية والهدف الآخر هو زي ما قالوا هم قالوا فتنة لجهاز الفتنة التي حصلت في عدن القضية أكبر من ذلك القضية هم يريدون أن يسيطرون على الجنوب سياسياً وعسكرياً لمصالة خاصة بهم الهدف الأساسي هو السيطرة على الجنوب أختي الكريمة ما الذي دفع إلى الاقتتال إذا كان الأمر متفق عليه بحصر الأمر بين طرفين من يمثل حكومة هادي في الجنوب والمجلس الانتقالي الذي تعتبرونه أداة إماراتية أنا أقول أنه التبوضع الإماراتي الجديد الذي حصل التبوضع الإماراتي في الجنوب وهذا رسالة للشرعية اليمنية للضغط على الشرعية اليمنية من أجل أهداف أخرى في الغيظة وفي عدن وفي السقطرة وفي حضر مو الهدف الأساسي ليس هدف من أجل إعطاء المجلس الانتقالي مثلا قيام الدولة أو الهدف الأساسي مثلا أن الشرعية اليمنية ستخرج من التحالف العربي نحن نعيج جيدا أن الحرب إذا السعودية أو الإمارات تخلت عن الشرعية اليمنية انتهت الحرب جانونيا ودوليا وأصبحت السعودية لا تملأ غطاء سياسي لا إجليمي ولا دولي إذن العملية هي إعادة الانتشار في الجنوب وتسوية الملعب السياسي في الجنوب فقط لا جديد لذلك طيب سيد بن شحنة لديكم موقف أنتم وطالبتم فيه بأن تملعب المملكة العربية السعودية موقف أكبر لوقف تنامي عمليات الانتقام السياسي كما وصفتموها الذي لا مبرر لها والذي سيقف حائل أمام العملية السياسية الجنوبية القادمة ويدخل الجنوب نفقا مظلما أنتم تعولون إذن على دور المملكة العربية السعودية لا لا نحن نفسنا كذلك نحن نملك مشروع وطني واضح المحالم أختي الكريمة نملك مشروع واضح المحالم ونناظر مضال كبير جدا في الساحة الجنوبية وتم اعتقالنا وتم ضربنا نحن ضد ضد أي مشروع أو أي جندة سياسية من الخارج إطلاقا ولكن نحن نعيج جيدا بطورة الموقف والتداعيات الموجودة القضية أكبر من ذلك القضية تحتاج إلى إلى بوتك جديدة إلى عمل سياسي لكل الأطياس الجنوبية إلى لقاء وطني جنوبي جنوبي بدون أجندة خارجية هل يمكن الذهاب مثل هكذا خيار أو أن نرى مثل ذلك سيناريو كيف أنتم تتحركون حاليا وفق تطورات المشهد حيث وصل في الجنوب نفسك السؤال أقول كيف تتحركون أنتم للوصول إلى مثل هكذا صيغة تطالبون فيها بأن يكون الأمر محسوما داخل أبناء الجنوب والله أننا نراهل على شعبنا أولا ثانيا كل هذه المشاريع يا أختي الكريمة كل هذه المشاريع الترجيعية دليل على فشل التحارب العربي في مهمته التي جاء من أجلها لعودة السرعية اليمنيا إلى صنحة هذه كل الأحداث الآن التي تجري هي نتيجة لهذا الفشل سيد بن جحن أنت ما تقول هو في تقييمكم للوضع لكن أسألك عن ما تقومون به أنتم كيف تتحركون إزاء هذه التطورات فيما تضعون نصب أعينكم بأنه يجب أن يكون هناك حراكة خاص بأهل الجنوب يوحد الموقف فيخرج البلاد أو هذه المناطق من حيث وصلت كيف أنتم تتحركون هل هناك أي تواصل أو مساعي طبعا نحن الآن القوى الموجودة القوى الموجودة الحراك الثوري الموجود وكل القوى التي تطالب بالتحرير والاستقلال بالجنوب كلها تعيد بأنه لا حل للجنوب إلا بالتوافق الجنوبي إضافة لدالك هناك فصيل واحد هو المجلس الانتقالي الذي يرتبط ارتباط وثيق بالأجندة الإماراتية هنا تكمل عملية جر هذا المجلس إلى الوعاء الجنوبي وإلى الأجندة الجنوبية الخالصة جاءت التوجه الوطني وتحريري كيف يمكن إبرز ذلك لنفهم لأن ما يقدمه المجلس الانتقالي ولدينا مدة داخلين كانوا في الأيام القليلة الماضية يوضحون بأن لديهم مسعى بأن يكون الأمر جنوبيا بحتا حتى إن كان هناك من يمثل ما يوصفونها بين قوسين الحكومة الشرعية حكومة أو قواتها يجب أن يكونوا من الجنوب ويسعون فيما يبدو إلى جعل الأمور جنوبية خالصة وتوضع أيضا لاتهامات بأن هناك مسعى إماراتي بفصل الجنوب عن شمال اليمن أين تلتقون وأين تختلفون مع ما يقدمه المجلس الانتقالي أقل فيما يقوله علدا أختي الكريمة أختي الكريمة الآن الذي حصل في عدن الآن وبنان على مسيطرة المجلس الانتقالي على المواقع التي تدلقها الشرحية اليمنية الآن في قرار من التحالف العربي عبر النافج الرسمي للتحالف العربي تركي المالكي قال بالنص على قوات المجلس الانتقالي الانسحاب من هذه المواقع والذهاب إلى جدة للحوار الحوار على ماذا والانسحاب على ماذا ولماذا تتمت هذه الحرب إذن المجلس الانتقالي سيخسر كثير من جواهده في الجنوب إذا لم ينفذ الأهداف الوطنية الجنوبية باعتبار الحوار مع الشرحية اليمنية باعتبار حوار في تحالف عربي والتحالف العربي جاء من أجل عودة شرعية اليمنية إلى صنعه أنا من وجهة نظر السياسية أقول أن المجلس الانتقالي الآن في مأذق سياسي كبير جدا عليه أن يوضح للرأي العام الجنوبي ماذا يريد من هذا السيطرة على المواقع الشرعية وتنظر الشرعية من عدن هل سيعود الشرعية مرة أخرى إلى عدن إذن أنتم سيد من شحنة تلتقون مع المجلس الانتقالي بإخراج قوات هذه أو تحت عنوان الشرعية لأنكم لا تعترفون بأن لهذه أي شرعية في جنوب اليمن كلام سليم جدا بس نحن أيضا لا هذا ليس كلام هذا سؤال عفوا سيد من شحنة هكذا تريدون وهكذا توصفون وهذا ما تطلبونه من المجلس الانتقالي أن يلتقي معكم بهذا الأمر نحن قلنا هذا الكلام أن شرعية اليمنية عليها أن ترحل من الجنوب كلام سليم جدا ولكن المجلس الانتقالي هل يملك قرار ترحيل شرعية من الجنوب لا القرار ليس بيد المجلس الانتقالي أكترينما القرار بيد التحالف العربي بيد السعودية والإمارات لو دعت الإمارات أو كما يقدم في خلفية تحركها إلى فصل الجنوب عن الشمال وأخراج قوات هادي من جنوب اليمن أنتم تلتقون معها تدقون مع الإمارات أسألك نعم إذا كانت الإمارات ستعمل على أخراج قوات هادي من الجنوب سعيا لفصل الجنوب عن الشمال أنتم ستلتقون معها أنا لست مبسطا هذه الأمور أنا أعرف جيدا أن السعودية والإمارات جاءت جامر من الشرعية اليمينية لا تستطيع السعودية والإمارات الخروج من هذا العالمي الدولي وهو شرعية اليمينية إذا خرجت ستكون ملاحقة سياسيا وعسكريا وستتلاحظ من المجتمعات وستقرق من اليمن هذا قضية كبيرة جدا لأن أربع سنوات داخل في الخامسة وهي ترمي وتبسط باسم الشرعية اليمنية هذا كلام مستهلك لا يستطيع إفهمه إنسان سياسي البضية هي هم فشلوا في الشمال الآن ما معهم إلا الملحب السياسي في الجنوب ترتيب الوضع السياسي في الجنوب بين السرعية اليمنية وبين الميلس الانتقالي كل الكلام إن الإمارات مع المفضل كلام فاضي لا أساس لهم نصبح عضو المجلس السياسي للحراك ثوري الجنوب سيد علي بن شحن كنت معنا عبر الهاتف من حضر موت شكرا جزيلا لك العودة 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 إلى ملف تطورات المشهد في مياه الخليج فبعد أسابيع على احتجاز حرس الثورة ناقلة النفط البريطانية في مديق هرمز لمؤشرة على الإفراج عنها قريبا في ظل استمرار لندن باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية في مديق جبل طارق أحمد البحراني هو مشهد قالت إيران إنه يعكس تفوقها العسكري على المملكة المتحدة في الخليج وقالت أيضا إنها لا تخشى تكراره وبعد ثلاثة أسابيع على احتجازها ناقلة النفط البريطانية في مديق هرمز لا مؤشرة على الإفراج عنها قريبا مدامت لندن تواصل توقيف الناقلة الإيرانية العملاقة جريس واحد في مديق جبل طارق ناقلة بناقلة قالها صراحة قائد القوة البحرية في حرس الثورة من غير العادل أن نفرج عن ناقلة البريطانيين التي خرقت القانون الدولي بينما لا يفرجون عن ناقلتنا لا أحد يرضى بذلك في بلدنا يجب الإفراج عن ناقلتنا حتى يتم الإفراج عن ناقلتهم وحتى ذلك الوقت تواصل إيران احتجازا ناقلة البريطانية قبالة سواحل بنتر عباس وتؤكد في الوقت نفسه أنها تعامل طاقمها معاملة إنسانية على عكس معاملة البريطانيين لطاقم ناقلة نفطها بنظر طهران فإن استمرار أزمة الناقلات رفع من سقف التوترات في المياه الخليجية وزاد عليها محاولة واشنطن ولندن تشكيل تحالف دولي بذريعة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرموز وهو ما ترفضه إيران وتحذر منه بنبرة عالية إيران هي صاحبة القوة الأولى في المنطقة ولا شك في أنها لن تسمح بإتلاف عسكري يشارك فيه الكيان الإسرائيلي في المناطق التي تسيطر عليها وسترد حتما على خطوة كهذه لكن هذا الأمر لا يتعدى حدود الحرب النفسية وإسرائيل لا يمكنها أن تكون موجودة ولا سيما في مضيق هرموز غريس وان ستانا أمبيرو الإتلاف البحري عنوين ملف واحد وهناك من يقول إن حصول انفراجة أو تعقيد في أي منها سيؤثر على الأخرى وربما على العلاقات الإيرانية البريطانية المعقدة أصله بالرغم من التوتر الإيراني البريطاني الخطر الذي شهدته المياه الخليجية بسبب هذه الناقلة تصير إيران على أن استمرار احتجازها لا يعني رغبة لديها بالتصعيد وخوض الحرب وإنما التعامل وفق معادلتها الجديدة الأمن مقابل الأمن والنفط مقابل النفط والمضيق مقابل المضيق أحمد البحراني من المياه الأقليمية الإيرانية قرب مضيق هرموز الميادين أكد وزير خارجة إيران محمد جواظري فأن التحالفات العسكرية فشلت سابقا وأن القوات الأجنبية تمهد لأسباب عدم الأمن في المنطقة ظريف خلال لقائه نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني في الدوحة أكد أن أمن الخليج مسؤولية دول المنطقة بدوره أكد وزير الخارجية وزير خارجية قطر دور البلدين في استدبابه السلام والاستقرار وعلى التعاون المشترك بهدف تعزيز الحوار لحل المشاكل فيها المتحدث باسم الخارجية الإيراني عباس موسوي أكد أنه لا يوجد حتى الآن اقتراح مهم من فرنسا بشأن تنفيذ أوروبا التزامتها في الاتفاق النووي بعض الدول الأوروبية ولسيما فرنسا بذلت جهودا لخفض التوتر بهدف التوصل إلى حل في قضية الاتفاق النووي وإيران رحبت بذلك هذه المساعي هي في إطار الالتزام بالتعهدات التي أطلقتها الدول الأوروبية وتحديدا فرنسا خلال هذه الفترة أجرى ممثل عن السيد ماكرون زيارتين إلى طهران وسيد عباس عرقجي زار باريس أيضا كممثل خاص من الرئيس الإيراني كما أجريت عدة اتصالات هاتفية بين السيد روحاني ونظيره الفرنسي السيد ماكرون وتم تقديم مقترحات عديدة لكنها لم تكن قطعية ولم تصل إلى نتيجة حتى الآن لا يمكن التعويل على بعض الأخبار وما يسمع هنا وهناك وكل ذلك لا يتعدى توقعات الإعلامية فقط أعلن وزير الخارجي العراقي محمد علي الحكيم رفض بلاده مشاركة قوات الاحتلال الإسرائيلي في أي قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج وفي تغريدة له على تويتر قال الحكيم أن دول الخليج مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن فيه مشيرا إلى أن العراق يسعى لخفض التوتر في المنطقة من خلال المفاوضات الهادئة وأن وجود قوات أجنبية في المنطقة سيزيد التوتر معنا من العاصمة العراقية مدير مكتب الميدين في بغداد عبدالله بدران عبدالله قبل أن أسألك عن أهمية هذا الموقف لوزير الخارجية العراقي أن تأتي عن وجود انفجار في العاصمة العراقية هل يمكن أن تطلعنا على المعلومات المتوفرة حول هذا الانفجار؟ نعم راميا حق الآن معلومات متوفرة وفق مصادر الميادين هو انفجار في موقع عسكري في جنوب العاصمة العراقية بغداد هذا الموقع هو معسكر سقر جنوب العاصمة العراقية بغداد يتبع وفق المعلومات الأولية لقيادة الشرطة الاتحادية وألوية من الحجل الشعبي الانفجار كان قويا ووفق المعلومات الأولية أن الانفجار نتج عن استهداف بقذائف المورتر سقطت على موقع المعسكر ما أدى لحدوث الانفجار لكنها تبقى معلومات أولية على اعتبار أن قيادة عمليات بغداد المسؤولة عن أمن العاصمة العراقية بغداد اكتفت لإصدار بيان المقتضب أكدت فيه أن الانفجار قد حصل في معسكر السقر وما من ضحايا حتى هذه اللحظة علما أن أهالي منطقة أبو تشير في جنوب العاصمة العراقية بغداد وكذلك في منطقة الدورة كانوا قد رصدوا سقوط أجزاء بسبب هذا الانفجار حتى ما رصدته عين الميادين كان انفجارا مدويا بالفعل راميا قد حصل في جنوب العاصمة العراقية بغداد حتى هذه اللحظة هذه هي أبرز المعلومات والمعطيات حول هذا الانفجار إلى حين توفر معلومات جديدة توضح أكثر ما هي هذا الانفجار وما خلفه نعود مجددا إلى الجانب السياسي وخصوصا موقف وزير الخارجية الذي عبر عنه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر برفض أن يكون هناك مشاركة إسرائيلية ضمن ما يقدم في هذا التحالف لحماية الملاحة في مياه الخليج ما أهمية هذا الموقف إذا ما وضعناه أيضا في الدائرة الأوسع الموقف العراقي من توترات والمشهد في مياه الخليج نعم بالفعل راميا إذا ما وضع ضمن الموقف العراقي على اعتبار بغداد دائما ما تعلن بشكل واضح أنها بعيدة عن سياسة المحاور لكنها لا تخفي أن لها علاقة وصداقة وثيقة بطهران بشكل رسمي ولكن بذات الوقت هي تحاول أن تخفف أو أن تسحب من فتيل هذه التوترات وبذات الوقت لم تخفي مخاوفها من أن يحصل ما لا يحمد عقباه إن كان هناك تصرف غير محسوب في زمن غير دقيق كما عبر عن ذلك رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ما يؤدي إلى احتدام الأمور وانزلاقها إلى ما لا يريد أي من الأطراف في المنطقة لذلك كان العراق خلال الفترة الماضية ضمن جولة مكوكية للخارجية العراقية وحتى لرئيس الوزراء العراقي ما بين دول المنطقة وما بين الدول التي تشترك والعراق وتتفق معها في اتخاذ الحياد ومحاولة البحث عن محاولات التنفيذ بغداد لم تخفي بذات الوقت أنها لم تكون جزءا من العقوبات على طهران وهذا بحد ذاته كانت سيكلف العراق ربما يعني دفع ثمن لسياساتها الخارجية والدبلوماسية التي اعتمدها وربما حتى حيده في أن يكون عضوا فاعلا في أي مبادرة للتخفيف بين طهران وواشنطن اليوم ربما هذا الموقف كان مطلوبا ومفروضا من العراق راميا على اعتبار أن العراق ربما الخارجية العراقية خلال الفترة الماضية ليست بذات النشاط خلال الدورة السابقة يعني ما حدث في فلسطين ما حدث في القدس ما حصل من اقتحام للمسجد الأقصى العراق كان سباقا في إطلاق المواقف التي تؤكد موقفه الثابت والدعم للقضية الفلسطينية والفلسطينيين لكن ربما هناك فتور في بعض المواقف اليوم جاء هذا الموقف العراقي لجهة والتوصيف على لسان وزير الخارجية العراقي عندما يقول الكيان الصهيوني هو لافت بالفعل وهذا ما عملت أيضا وزارة الخارجية العراقية لإعمامه بين وسائل الإعلام والترويج لموقف وزارة الخارجية العراقية لتذكير بموقف العراق الرافض لأنخراط القوات الإسرائيلية في أي دور في منطقة الخليج لأنها وفق الرؤية العراقية ستزيد الطين بالله عبدالله بدرام مدير مكتب الميادين في بغداد كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة العراقية شكرا جزيلا لك تواصل القوات الأمنية العراقية عملية استهداف مسلحي تنظيم داعش في المناطق المشتركة وهي المناطق التي يستغل التنظيم وضعها السياسي والإداري لإنشاء خلايا تربكو الوضع الأمني عبدالله بدران يستمر الاستهداف كما تستمر المراقبة هنا عند حدود إدارية شاءت الأقدار أن تصنف وفق الدستور العراقي متنازعا عليها هنا ترتبك إدارة التنسيق الأمني بين القوات الاتحادية وانتشار القوات الكردية حينها يستغلها داعش بهجمات وهجمات انتحارية وبين هذا وذاك تواصل القوات العراقية ملاحقة فلول التنظيم انطلاق من ديالة وحتى المناطق المشتركة في كاركوك تم حرق العديد من مظافات تنظيم داعش وقتل عديد من الأرهابيين لكن ما يهمنا اليوم معروف تنظيم داعش لا يستطيع أن يقف أمام القطاعات المحرسة يهرب إلى الجانب السوري ما يهمنا هو مسك الحدود العراقية السورية بقبضة من حديد عمليات النصر ثلاثة أتت ثمارها وفق تقييم أمني نيابي فداعش فقد عند الحدود العراقية السورية وعند حدود محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار مضافاته وعقد مواصلاته لكن الخطر يبقى قائما من تحول التنظيم إلى العمل الأمني القائم على الاستهداف والاغتيالات المركز الرئيس اليوم لداعش في ليبيا وهذه أيضا المعادلة الجديدة اليوم يريد داعش أن يعيد نفسه نتاج نفسه مرة ثانية في إطار عودته بالشكل أو بآخر داعش عاد إلى مهمته الأولى وهي مهمة حرب العصابات في الأثناء يؤكد وزير البشمرقة في إقليم كردستان العراق أنه سيبحث مع بغداد مسألة التقدم في المناطق المتنازع عليها وملء الفراغ الأمني فيها تقول المصادر الغربية أن آلافا من مسلحي داعش لا يزالون يشكلون خطرا على أمن العراقي وسوريا فيما الثابت أن التقييم العراقي أنها خلايا وليس أعدادا بالآلاف ليس مؤكدا مستوى اهتمام بغداد بالمعلومات الغربية فليس مؤكدا أنها حيادية أو بعيدة عن التوظيف ضمن لعبة الإقليم عبدالله بدران بغداد الميادين متواصلون بتقديم السابعة ولكن بعد فاصل قصير أهلا بكم الجديد في السابعة من الميادين أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ضمام دفعة جديدة من الأسرة في سجون الاحتلال إلى الإضراب عن الطعام وفي بين الله قالت الجبهة أن خطوتها تأتي في إطار الضغط على مصلحة السجون ومن خلفها الشباك للاستجابة لمطالب الأسرة وحملت كل الأطراف المسؤولية عن حياة الأسير حذيفة حلبية الذي يتدهور وضعه الصحي وضو المكتب سياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أكد أن الأسير حذيفة حلبية مستمر في إضرابه عن الطعام ومعه كل زملائه برغم ضغوطي الاحتلال محمل أن الاحتلال مسؤولية حياته مزهر قال للميادين أن المقاومة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي مطالبا السلطة بتقديم شكوى إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة الاحتلال على ما يرتكبه من جرائم ونقول أن في حال تعرض الأسر الأطال لأي تهديد من قبل هذا العدو الإسرائيلي أو جرى تهديد لحياة هذا المناضل البطل حذيفة حلبية لا يمكن أن يمر هذا الأمر ولا يمكن أن نقبل به ولا يمكن أن تقبل به المقاومة الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لذلك على الاحتلال أن يتحمل مسؤولياته الكاملة بالإفراج عن هذا البطل حذيفة حلبية وأيضا إعطاء الأسر حقوقهم نقول أن المطلوب خطوات متضاثرة من كل الأطراف معنا من مدينة نابلس القيادة البحرر في حركة الجهاد الإسلامي سيد خضر عدنان مرحبا بكم سيد عدنان كل عام وأنتم بخير من خلال تجربتكم إن كان في الأسر أو حتى في الإضراب عن الطعام كيف تقيمون هذه الموجة من إضراب عن الطعام حيث وصلت وانضمام المزيد من الأسرة فيه ولذلك لديكم بعض المعلومات تفيدون فيها حيث وصلت هذا الإضراب وأيضا حول الوضع الصحي للأسير حلبية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للسلام ورسول الله تحيةكم في الميادين ولأهل المقدسيين المرارضين الذين انتصروا بهذه بلالتحام العظيم في الأقصى في مواجهة قطرة الاحتلال أختي كريمة حديثة حلبية بطل أضرب عن الطعام الأجوة الحرية والعزة والكرامة وبإذن الله عز وجل هو رفاق المضربين طارق قدام سلطان خلوف أحمد غنام وجد العواودي وكل المضربين عن الطعام وإسماعيل عليه سينتصرون كما كان حدث إضراب الرساق في الجبهة الشعبية الثلاثين هذا اليوم إضراب بطولي فدائي للانتصار لإخوة المضربين عن الطعام وأيضا تحذير الجبهة الشعبية لإحتلال مغبة الأقدام بأي خطوة أو تراجع الحالة الصحية لأخ حديث حلبية رفيق حلبية يعني في موقعه وله أهميته الاحتلال يركب جيدا اليوم إعلامكم الحر يركب جيدا كلام الجبهة الشعبية والمقاومة الفلسطينية يعني انتصارا لأسرانا ونحن أيضا في الميدان معهم وقالبا وقالبا وآخر موصرا الآن من حركة الأسيرة الفلسطينية التدهور الخطير بحق الحالة الصحية للأسير البطال المريض سامي أبو دياك الذي أدخله بشكل طاري إلى مشفى أسافر في الاحتلال إضافة إلى وضع الأسير حدين فحلبية الآن سامي أبو دياك أيضا وضعه الصحي يتدهور وكنت أشرت سيد خضر عدنان إلى أن سلطات الاحتلال ترقب جيدا الأمر على جانبه إن كان الموقف الذي صدر من الجبهة الشعبية رسالة التحذير كما وصفتها خصوصا مع انضمام عدد جديد من أسراها لموجة الإضراب هذه إضافة لما أشرت إليه لموقع حلبية الأسير حلبية أيضا واهتمامها بطبيعة الحال إذا لا سمح الله حدث معه أي مكروه توضح لنا هذه النقطة لطفا الاحتلال يدرك جيدا أنا ستشهاد أي أسير ويسمعني الآن الاحتلال جيدا قبل أن يسمعني ربما يعني يعني العرب والمفلمين استشهاد أي أسير داخل سنو الاحتلال بعد خمسين أو ستين يوم من إضراب يعني استشهاد ما مجموه ستين يوم ستين عدد ما هو عدده ستين يوم ضرب ستين 24 ساعة ضرب ستين ضرب ستين دقيقة أو ستين ثانية لأن من يستشهد يستشهد من اغتيالا في فلسطين يستشهد بثانية أو جزء من الثاني ولكن من يستشهد بعد ستين يوم ويستشهد في كل لحظة في هذه ستين يوم وأن يقضي شهيدا هذا ستكون يعني يعني زلزال ليس فقط داخل حركة الأسرية الفلسطينية بل بالشارع الفلسطيني لأن ذلك لم يحصل منذ عقود في عام 2013 الواجب على ما تسمى ضربة الشبعة الدولي التي يعني يكشف يعني عورها حذيفة حلبية ومضبعة الطعام انتصارا للحركة الفلسطيني من الحرية والعزة والكرامة نحن اليوم نشبك مع كل أحرار بهذه الإضرابات في نضال أكثر من سلمي لماذا لا يقف الأحرار في العالم منظمات الدولية الإنسانية التي تدهي الحقوق الإنسان والديمقراطية والإنسانية أين هي من وجعنا في فلسطين أين هي من ألمنا أين هي من جوعنا يضرب على الطعام فيه إضراب أكثر من الإضراب الإيرلندي مع تحييتنا نحن يضرب الإيرلنديين وبساندر اليوم هناك إضراب فلسطيني فريد يشبك به الأحرار في فلسطين مع الأحرار في العالم يعني يقول للعالم كل العالم أن نستحق الحرية كشعب وكأسرة وكأحرار على أرض فلسطين نستحق هذه الأرض يجوؤون من أجل كرامة يرفعون شعار الكرامة الإنسانية الحرية هذه المعاني الجميلة التي من يدير الظهر لها يدير الظهر للمعاني الكريمة في دواخله كيف لهذه المنظومة الدولية التي هي شريكة كل من يصنط عن جرحنا في فلسطين وعن جرح الواجع الأسرع وحديث حالبية هو الشريك بكهرنا وقتلنا في سلوم الاحتلال سيد عدام خلال أيضا تجربتكم كيف تتوقعون أن يسلك المسار الآن إن كان على مستوى الحركة الأسيرة الانتصار قادم قادم والحمد لله رب العالمين قبل أيام تحرر وانتصر وتحرر الشيخ المجاهد والقيادة في الجهاد الإسلامي جعفر عزيزدين وبإذن الله أبطال الجبهة الشعبية وأبطال فتح وحماس المتدير على الطعام في هذا الوقت وأبطال الجهاد الإسلامي سينتصرون سينتصرون بإذن الله عز وجل هناك إرادة تام إرادة حق وإرادة باطل إرادة الحق الغالبة ولا زمن الهزائم وكما قال السيد وكما قالت المقامة الفلسطينية ولا زمن الهزائم اليوم رأيتم من انتصار في المسجد الأقصى وبوابات نتنياه الإلكترانية تحت أقدام المجدسيين الإرادة الفلسطينية في يوم العيد تؤخر بفتوى إسلامية عظيمة صلاة العيد وتؤخر صلوات في المسجد الأقصى ونمنع أنفسنا من مسائل وبيوت الله في حواري البلد القديم وفي الكدس فقط في المسجد الأقصى لنقول الاحتلال شكرا جزيلا لك سيد خضر عدنان القياد المحرر في حركة الجهد الإسلامي كنت معنا عبر الهاتف من نابلس قال الناتق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو رودينا إنه لا حق ولا شرعية لأي إجراء أو قرار يمس بالحقوق الفلسطينية والشرعية الدولية تصريحة أبو رودينا جاءت ردا على أنباء تحدثت عن ما يمكن أن تقدمه واشنطن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو كهدية لنجاح في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة أشار أبو ردينا إلى أن الإقدام على مثل هذا العمل ستكون له أثار خطيرة وهو بمثابة استمرار ليلعبي بالنار المطران عطل حن رئيس أساقفة سباستيال الروم الأرثدوكس في القدس رأى أن اقتحام المستوطنين المتطرفين بحث المسجد الأقصى عمل خطير واستفزاز لكافة أبناء الشعب الفلسطينيين أقال إن كنائس القدس ومسيحيها يرفضون هذه التعديات الاستفزازية إن كنائس القدس ومسيحيها يعربون عن شجبهم واستنكارهم ورفضهم لهذه التعديات المستمرة والمتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك ونحن نعتقد ونؤكد بأن التعدي على الأقصى هو تعدي على المسيحيين وعلى المسلمين وأولئك الذين يتآمرون على المسجد الأقصى ويستهدفونه هم ذاتهم المتآمرون على أوقافنا المسيحية التي تسلب منا منذ عام تمانو أربعين وحتى اليوم أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكر أن تركيا تصير على المنطقة الأمنة في سوريا بعرض 30 إلى 40 كيلو مترا أقل أكر لقناة انتيفي أن المنطقة الأمنة في سوريا يجب أن تمتد من الحدود التركية لمسافة تراوح بين 30 و40 كيلو مترا داخل الأراضي السورية أقل أيضا أن أنقرة ترتقب من الولايات المتحدة الخطوات في هذا الاتجاه تحديدا من اسطنبول ينضم إلينا مراسل الميادين محمود واثق محمود بعد الاتفاق على غرفة عمليات مشتركة من أجل المنطقة الأمنة بين واشنطن وأنقرة في أي سياق يأتي كلام خلوصي أكار وانتظار خطوات مرتقبة من الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ منطقة آمنة النقطة الأساسية هو العمق الذي تريده تركيا 30 إلى 40 كيلو مترا داخل الأراضي السورية نعم تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار جاءت اليوم في مقابلة مع قناة تلفزيونية خاصة قناة تركية خاصة تحدث عن الاتفاق الأخير بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالترتيبات الجارية لإنشاء المنطقة الآمنة في الشمال السوري وتحدث عن بنود هذا الاتفاق وأن الحنيفين توصلا إلى هذا الاتفاق بعد محادثات مطولة بين البصدين العسكريين التركي والأمريكي وبالطالق قال بأن تركيا تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ بنود هذا الاتفاق هذا الكلام جاء بالتزام مع وصول وفد أمريكي يتكون من ستة أشخاص عسكريين وصلوا اليوم إلى تركيا للبدء بترتيبات فيما يتعلق بترتيبات إنشاء هذه المنطقة التي تم التوافق حولها بين الأتراك والأمريكيين خلوسي أكار قال أيضا بأن تركيا ترغب في المرحلة الأولى التحرك سويا مع الحليف الأمريكي فيما يتعلق بإنشاء المنطقة الآمنة وتحديد الطبيعة الجغراسية أو المساحة الجغراسية لهذه المنطقة وأن هذا التحرك يجب أن يكون مع الحليف الأمريكي بالمشاركة مع الحليف الأمريكي لكنه أكد أيضا بأن تركيا جادة في إنشاء هذه المنطقة إذا لم تتحرك الملايات المتحدة الأمريكية أو إذا شعرت أنقرة بأن هناك مماطلة في هذا الأمر فإن تركيا خياراتها موجودة ستتحرك بمفردها لتنفيذ أو إنشاء هذه المنطقة لعودة اللاجئين السوريين إلى هذه المنطقة بالإضافة إلى القضاء أو إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية من هذه المنطقة طبعا نتحدث عن كثير من النقاط المتعلقة بهذه المنطقة الحدود الجغرافية نزع أسلحة سقيلة لوحدات حماية الشعب الكردية أيضا الاتفاق بالتنسيق الاستخباراتي والمجال الجوي بين الأتراك والأمريكيين فيما يتعلق بهذه المنطقة محمود واثق مراسل مايدين كتماعنا عبر الهاتف من اسطنبول شكرا جزيلا لك قالت الجبهة الثورية المعارضة في السودان المفاوضات التي تجريها مع وفد قوى الحرية والتغيير في القاهرة مصيرها الفشل والطايق المسدود وأشارت إلى أن وفد الحرية والتغيير لا يحمل جديدا ولا تفريضا للتحاول بشأن الوثيقة الدستورية الموقعة بين الطرفين ليس في أديس أبابا وصف أحمد ذكرية الراتق والرسمي باسم الجبهة الثورية هذه المفاوضات بالاستهلاك السياسي الذي لا يعد كونه مجرد علاقات عام لتلبية دعوة الحكومة المصرية بدوره لفت القيادي في قوى الحرية والتغيير السودانية نور الدين صلاح الدين إلى أن مباحثات القاهرة تجري على نحو جيد وفي حديث للميادين عبر عن تفهمه لتحفظات الجبهة الثورية الجبهة الثورية عدة تحفظات نحن نقدرها ونتفهمها حول ما جاء في الوثيقة الدستورية التي تم الاستفاق عليها مصلع الأسبوع الماضي صرف الجبهة الثورية أنه يجب النص على أن تكون مخرجات الماعدة المستدرين المعنية بقضية السلام أعلى من ما جاء في الوثيقة الدستورية هذه نقطة قانونية يجب لها خبرات في الوثيقة الدستورية لمعالجتها وأعتقد قد تكون هذه هي النقطة الوحيدة التي يجري التباحث حولها حتى ما وردني من القاهرة الارتفاع الشديد في أسعار الأضاحف العاصمة الصومالية مقديشو لم يمنع آلاف النازحين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء من الحصول على اللحوم بمبادرة من جمعيات خيرية محلية وعربية حيث يقددون معظمها للاستفادة منها لاحقا هنا في مخيمات مقدشو الفرحة لا تصف على الرغم من وقوفهم في طوابير لساعات إلا أنهم ينتظرون بفارغ الصبر الحصول على لحوم الأضاحي أكثر من مليون نازح صومالي يعيشون في هذه المخيمات يستفيدون من مبادرة الجمعية الخيرية المحلية والعربية وهي مبادرة تحرس المؤسسات الإنسانية على تكرارها سنوية اليوم استلمنا لحوم الأضاحي بعد طول انتظار نشكر الجهات الإنسانية التي خامت بهذه المبادرة الطيبة بعد تقضيعها وفرزها تعلق اللحوم على هذه الحبال لتجف تمهيدا لشوائها وتخزينها بغية الاستفادة منها لأطول مدة ممكنة غالبا لا نحصل على اللحوم المجانية لكننا ننتظر عيد الأضحى للحصول على لحوم الأضاحي وهذا ما يدخل الفرح والسرور إلى نفوسنا أسعار الأضاحي ارتفعت هذا الموسم نتيجة الجفاف والقحض في جنوب البلاد ما طيق الخناقة على الأسر الفقيرة وتحديدا النازحين الذين يعتمدون بشكل كل على مساعدات الجمعيات الخيرية مع ارتفاع أسعار الأضاحي في أسواق مقدشو لكن تنتعش أمال النازحين الصوماليين مع انطلاق مبادرات الجمعيات الخيرية التي تتكفل عادة في نحر الأضاحي وتوزيعها على سكان المخيمات شافعي محمد وافتتحت في غزة أول استراحة للأشخاص من ذوي الإعاقة حيث مكنتهم للمرة الأولى من الوصول إلى شاطئ البحر والاستجمام أحمد غانم دارت عجلة الزمان بأم علاء لتشهد تحقيق حلمها الذي طالت دي ذاره فما كان مستحيلا بالأمس أضحى اليوم ممكنا بعد إنشاء أول استراحة لذوي الإعاقة في غزة مكنتها وباقي زملائها من الوصول بسهولة من دون أي مساعدة ليتجاوزوا بذلك عقبات أرقتهم طويلا والله هو كان حلم بس صار حقيقة ويعني الوحي صار يصل للشط ويمسك الرمل ويصل للشط ويروح وييجي عادي يعني ما زي أول من 2009 ما قدرتش أن أصل البحر ولو أولادي مثلا جابوني نساي ببنات حضل يعني فوق عالي على الرصيف حضلت أما في البحر ومش طيلة يعني فلقيتها صرنا نصال وأنزل على الشط وريد أسبح وريد أشوف قرائبي هيني جيت أشوف قرائبي حبايبي صحباتي الاستراحة التي يديرها ويعمل فيها عدد من ذوي الإعاقة فتحت أبوابها أمام الجميع ولسيما كبار السن ممن يعجزون عن الوصول إلى الشاطئ استراحة كانت دافع وراء إنشائها ملحا كما يقول القائمون عليها ما يزيد 127.994 شخص من الأشخاص الضبو اللعاقة وأيضا ما تخلفه مسيرات العودة للكبرى وكسر الحصار بحق أبناء شعبنا هؤلاء الأشخاص الضبو اللعاقة لهم حق كفله القانون في حقهم في الوصول للمرافق العامة وقوال سنين طويلة كانوا محرومون من الوصول إلى شاطئ البحر والتنعم برماله ومياهه الحمد لله في العام 2016 أطلقنا مبادرة لمواءمة هذا الشاطئ والحمد لله الآن في العام 2016 أطلقنا من تحقيق هذا الحلم الاستراحة تضم ممرا خشبيا يصل بهم إلى الشاطئ وملعبا رياضيا وإن كانت تحتوي على كل متطلبات الترفيه ولا تتسع لكل المعوقين لكنها تمثل مصدر سعادة نابعا من شعورهم باهتمام المجتمع بهم هذه الاستراحة لم تحقق حلم ذوي الإعاقة في الوصول إلى شاطئ البحر فحسب بل جعلتهم يشعرون بنوع من المساواة وتحقيق الاندماج في مجتمع مليء بالعقبات أحمد غنم غزة الميادين بهذا نصل إلى ختم السابع نذكركم بعناوينها بعد سيطرة المجلس الانتقالي على عدن الملك السعودي وولي عهد أبو ظبي يلتقياني ويدعواني الأطراف اليمنيين في عدن إلى الحوار ظريف يؤكد من الدوحة أمن الخليج مسؤولية دول المنطقة والعراق يرفض أي مشاركة إسرائيلية في مياه الخليج ومشاهد خاصة بالميادين للناقلة البريطانية المحتجزة انضمام دفعة جديدة من الأسرى إلى الإضراب عن الطعام والجبات الشعبية تعتبر الخطوة رسالة تحذير لسلطات الاحتلال تركيا تصر على المنطقة الآمنة في سوريا بعرض 30 إلى 40 كيلو مترا وترتقب من واشنطن خطوات في هذا الاتجاه دائما المزيد من الأخبار والتقاري إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين ذات نت إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي نسخة جديدة من المشهدية على رأس الساعة مع الزميلة لا نمدور إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة